موسيقى الأمل والعمل يتجسدني في أستاذ لغة الإشارة الأصمة أحمد العثمان اليوم هو أول أصم يقدم برنامجا خاصا لشريحة الصمة في إعداد القاموس الإشاري الإسلامي للصمة شارك أحمد وهو قاموس توفق على استخدامه العالم الإسلامي العربي لا بد من إنتاج برامج توعوية ودينية وتثقيفية للصمة مثل العالم الآخر العالم تطور من خلال البرامج المقدمة للصمة يشرح البرنامج المسمى رسالة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان والمعلومات الثقافية والذي تبثه الإذاعة الثقافية عبر منصة إذاعة موريتانيا تبنت الفكرة منظمة راما للخدمات الاجتماعية المنتجة والمنفذة للبرنامج مركزين على جانب الصم أكثر بما أنها عندنا خلفية في التعامل معهم ونشتقل أصلا كمترجمة لغة إشارة لذلك قررت عن هذه المنظمة نعدل هلاش لكن نعت إبداعات الصم نعت عن الأصم يقدم مقدم برامج ونعت عن الأصم يقدم فنان ويقدم يمارس ذاك اللي يبقي هو بين طاقم الإنتاج أيضا شبان أصماني اتخذت تصوير هواية وعملا يجنيني منها لقمة عيش فكرة تصن برنامج رسائل البرنامج موجه للصم جاءت من أن نشوفه في كل سنة نشوفه برامج جديدة نتعرض بمسائل الفقهية والله مسائل الدين والإسلام والله أي ذقافة مدلانة تتعلقة موريتانيا حتى السنة كانت باللغة الفرنسية جاءت أيضا للفقه إلا اللغة الإشارة كانت دائما ضائبة السنوات كاملا فهذا من هنا جاءت الفكرة عنه لماذا لا يعد الصم عند برنامج بلغتهما برنامج يقدمه الصم من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لهذه الشريحة تقول منظمة راما بأنها ستعمل على إنتاج عدة برامج يتم إشراك الصم في تقديمها سلمة أبو سوكو المريثانية نوك شوط ترجمة نانسي قنقر